الوليد ديالي عنده ثمانية وثمانين عام ده بل يوم اخرج مقايا للفلاج فرحان مقهورين كنا مقهورين كنا محقرين سوكان المنطقة عاشوا واحد المرحلة نقولوا حقراو هاد العوف ديال سيدنا اللي اسمعناه راوجة واحد المفاجأة كان عرف واحد سيدة الجار ديالي غي ما كينش هنا كان محكم بثلث سنين دوز فيها ثلث شهور جاه إعفاء مالكي حتى تحقيق واحد المصالحة حقيقية وتاريخية مع ساكنات المنطقة وليد ديالي عنده ثمانية وثمانين عام ويالله مؤخران جتلو جاو كيقلبوه الي لابيجين من تاركيست الوليد عشرين عام مخرج ما من الدارقع وجاهم عند لابيجين جوا كيقلبوه على الوليد ديالي كان قولوا مكي ماش ودي ما كيسمع وعاد الابيجين مكينين تصلوا نطيلوي يالله من قولوا كي نشهروا أو لا شي حاجة اللي جوا عند وارب عد رجلي الوليد ديالي يوم مخرج منها الفلاج فرحان حسن وكيقول لي غامشين تسارة وشو شدار مياه الوليد دي الساكنات ساكنات منطقة زراعة الكيف في صفة عامة كان قدموا وكان طلبوا الشيفة العجلة طول عمر لساحب الجلالة محمد السادس فطل الله في عمره ولأسر المناكية على المبادرة اللي تلقيناها بالمناسبة عيد 20 غوشت ثورة الملك والشعب كان طلبوا من الله العالي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة بهذه المبادرة بحيث سكان المنطقة عاشوا واحد المرحلة نقولوا حقرها ووصفها بأي صغار صعبة علينا خانب هذا القرار الملكي اللي دابا جباد العافو دياله 4800 ما كناش كنتظروا هذا الشغول هذا اللي جدا بالحمد لله الناس فرحانة كاملة وحنا كنا عندنا واحد اعتبار ناس كنوا كيدوا علينا واحد نظرة خيبة المناطق ديال الكيف كانوا كيحسبونا شي ناس كمشور رباطل وشي منطقة الناس كنوا يحسبونا في شكل دابا الحمد لله فرحانين والناس ديال المنطقة فرحانين كاملين هاد الشي هذا ما عمروا دالي أول مرة الحمد لله أنا ويد ديالي هو معاكم عنده 88 عام كنت كان قولوا يمشي معايا غيري يمشي الطيولة كدك يقولوا يكان خاف أو الديمان مشيش احنا حتى المسؤولين للناس ديال الله برا المسؤولين كانوا كيلقوا ولا بلا كارت غير مجيتي مكتامة كانوا كيحسبونا في شكل وانا كانت تمنى بالناس ديال المناطق ديال الكتامة وديال باب برد وديال مناطق اللي كيزرعوا هاد الكيف يديروا القانون ديالهم وينو يديروا هاد التقنين كلهم ويديروا مجهود حتى الناس مسؤولين يديروا معهم مجهود والحمد لله احنا هاد شي ما عندوش لعظ الفرحة اللي فينا لا تو عبار شكرا للمريك بززاف هو ومو حتى أنت كنت حتى دبحت تامن هم رشي رجي حتى أنا من عندهم رشي رجي حال عندي دور رجي جينتبه؟ اشحال؟ انا عندي شيخ مشيش 28 سنة ولا كيش حال ديالة دباجتش فقاش جاء مؤخرا جدا لميه كيقلبوا عليك وخا فوقت جدرمي يجوا مؤخراً يقلبوا عليك ماذا حار ديال الوقت من يجوا يقلبوا عليك؟ هذا شيخ مستاشر يوم لا كتار يمكن شهر الواليد شهر ونص دبا غد مشيت تسالة معانا وغد مشي كذا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وخا دبا اليوم مشيت معايا لساقن مشيت معايا لساقن دبا مزيان فرحان وخا شفت جدرمي بخذك نخب جدرمي كن شكر جدرمي الملك بزم على هذا الشي اللي دار كنا مقهورين كنا مقهورين كنا محقرين في الدار وكان مشوها كان زيوها ما عندنا لي مشوه إلا مشيت يغل يسعدون أكدا دربية وده ما صبحنا مزيانين نحب دول الله مرتاحين عندنا واحد الحورية التامة معا عند جلالة الملك الله ينصروا كنشكر صاحب الجلالة محمد السادي تعالي للتفاتة هذه للتفاتة للأمة هذه كانوا الناس تجواج ما كانوكش كاي قدرو يتجوجو على حسب زراعات القني السوق ما كانوش كاي تسوقو ما كانوش كاي يصافر حتى شي واحد وده ما كانشكره صاحب الجلال على هاد الالتفات هذي اللي التفات لهاد المزارعين كان الناس اللي استفدت من هاد وكان عرف واحد سيدة الجار ديالي غي ما كانش هنا كان محكم بثلت سنين دوز فيها تلت شهور جهة إعفاء مالكي مشي عطار تيح للساكينة ككل مشي غي في المنطقة ديالكتامة في جميع المزارعين في المنطقة كين في إقليم تونات في الحسيمة في الشاوان كاملين وحذر تيح وحشيث دوار يعني من أكبر دوار من أكبر دوار في قبيلة كتامة ينتمي إلى جماعات كتامة من أقدم الدواور في زراعات القنب الهندي القرار الملكي السامي الذي يصدر بمناسبة ذكرى ثورات الملك والشعب هو قرار تاريخي تاريخي وأن يعطى أرتيح كبير لدى الساكنة المحلية وبقدر ما هو إجراء وقرار دستوري قانوني كخوله الدسول بقدر أعطى تحقيق واحدة مصالحة حقيقية وتاريخية مع ساكنات المنطقة للزراعة الكيف لهذه الساكنة التي ظلت لسنوات عديدة تعاني في صمت سنوات عديدة هي خارج الإطار القانوني والتيبار كانت تعاني في إطار سواء من خلال الشيكاية الكيدية أو خلال المتابعات بتهمة زراعة القنب الهندي اللي كانت العقوبة الحمزة على مركة وسطة ستشهور السجن النافيدة هاد العفو ديال سيدنا اللي اسمعناه راوجة واحد المفاجأة للساكنات مش غير الناس اللي كانوا مبحثين عليهم ولا اللي كانوا في سجن جعل الأهل ديالهم وعلى العموم وهذا كان واحد التخوف كبير عند الساكنة ومن يسمعوا بأن هذا خبر عند سيدنا بأن جاوماد العفو الملكي على جميع السجناء اللي هم محكومين بزراعة الكيف أو مبحث عليهم هذا فهو جا مفرح الساكنة ولنا كلنا عشناها بواحد الفرح كبير بأن كين الناس اللي كانوا كيستن والعائلة ديالهم قرجهم السجناء كين الناس اللي كانوا مخبعين داخل ديورهم ما كاش كي قدروا يخرجوا الأسواق ما كاش كي قدروا يصفروا ولكن اليوم غادي تبان واحد الصورة بنسبة للمناطق ديالكتامة غادي تبان لهم واحد الصورة آخر كي عشنا بنسبة لصورة شخص كتامي كان عنده واحد صيفة آخر في ناحية ديال الصفار ونحية ديال المدن وشعل بالنس تعتقلوا فلوطيلات علوة زراعة الكيف يقول واحد كين كين يمشي اللوطيل إنعاس يمشي الصبيطار ولا يمشي اللوطيل كين ينعاس كين يتعتقل على زراعة الكيف وهذا المشكلة هدا اللي عاشتها السكنة ما غاديش يبكوا عايشينها بنسبة لهذا السكن هدو ما هي مناطق ديالكتامة عرفت السكنة نوعا من الارتياح في نفسهم لأن الفلاح الصغير لا زال يعرفوا نوعا من الخوف في ظل الزراعة العشوائية وإن شاء الله في ممور هذا الخطاب غادي يكون واحد الارتياح بالنسبة لهذا المزارعين وغادي يكون إن شاء الله الدخول في تعاونيات أسيس تعاونيات من أجل من أجل تقنين هذه العشوائية الكيفية إن شاء الله كإبن فلاح مزارع أبعنجد في هذه الزراعة الأوهية القينب الهندي في المراحل السابقة كانت شوية ديال الصعوبات وشوية ديال التخوفات بالنسبة لهذا الزراعة وبنسبة بزاف ديال الحاجات وإنما دابا فاش دخل التقنين الحمد لله بدات نفسية كتشعر بواحد طمأنين شيئا ما من ناحية القانونية لهذا الزراعة وبالخصوص العفو الملكي اللي داروا سيدنا اللين صروف في هذه الأيام القليلة السابقة زاد فرحنا شوية نحن كأبناء المنطقة أولا وعلى الصعيد المزارعي اللي فكتموا وإلى آخره أولا كنبغي نوجه الشكر لسيدنا على هاد الالتفاة المولوية اللي قام بها سيدنا جزيل الشكر باسم الساكينة كنشكروه ويعني الساكينة كنت كتعيش واحد المعاناة جيد جيد صعبة من خلال يعني ما كيقدروش يقوموا بالأشغال ديالهم كما 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 كنو يعني ما قادرينش يعني تسوقوا ويقضيوا الحوائج ديالهم ويعني ما يعني الراجل فاش كيكون روش يرشي في الدار وهذه ما كي ما يخرج ما يتسخر ما كينش اللي يقضي المسؤولية يعني الساكينة كانت كانت المزارعين كانوا عايشين واحد واحد العيشة صعيبة جد جد صعبة جا هاد العفو ديال سيدنا يعني واحد الارتياح كبير بنسبة لهاد المزارعين هادو دابا هدي زيدوا يتشجعوا ينخرطوا في التقنين يعني هاد حافز واحد الحافز يعني غايش يجعون باش يستمر اشتركوا في القناة